لما نصلي واخفر لنا زنوبنا كما نخفر نحن أيضاً للمزنبين إلينا كم واحد يا أخي نزار وهو بيصلي الصلوة دي يتصلى النموذجية دي اللي الرب أعلمها لنا وهو بيقول الكلمات دي بيكون مش قادر يسامح أخوه اخفر لنا زنوبنا كما نخفر نحن أيضاً للمزنبين إلينا أو لمن أساء إلينا لأنكم إن لم تغفروا يعني بقية الصلاة لا يغفر لكم أبوكم السماوي بالضبط كده ففي شرط لاستجابة الصلاة بالضبط إن غفرتم للناس زلتهم يغفر لكم أيضاً أبوكم السماوي وإن لم تغفروا للناس زلتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضاً زلتهم رب يسوع عايز يقول كده ما فيش شخص ممكن يستقبل الغفران بس لازم نكون قناة أعرف حضرتك رايح جاي يعني أنا بيتغفر لي وأنا أغفر لكن ما يفعش أستقبل بس ما يفعش ما يفعش بس أستقبل هذا كمان كله تحت أنت ذكرت أنه يعني الشخص اللي عنده مرارة بيحربنا من غفران الله بالضبط كده والشعور بالمرارة برضو بتخلي الإنسان بتقوده كده أنه هو يبقى معزول يحب خلاص مش قادر يتعامل مع الناس مش قادر يقيم علاقات تانية كأنه بيبني أصوار بينه وبين كل اللي حواليه عشان أصوار دي أصوار دفاعية يدافع بيه عن نفسه لما بتسيطر علينا مشاعر المرارة الإنسان ما بيشوفش غير الألم اللي هو بيعني منه الجرح اللي هو اتجرحه الإهانة الظلم حتى ما يقدرش يلمس العذر اللي حواليه للإنسان اللي أسأله يمكن ودايما شايف نفسه بريئة دايما شايف نفسه ضحية طب ما هو يمكن أنت كنت مشترك في المشكلة دي هو ما فيش واحد يعني الغلط عنده مية في المية أكيد كل واحد فينا بيشترك ولو بنسبة بسيطة أكيد طبعا بتختلف لكن ممكن لكن ما فيش واحد مثيء من غير سبب فتلاقيني أنا بقى اللي تظلمت وتهنت واللي عندي المشاهر دي مش شايفة ما أنا فقد الرؤية بقى مش شايفة كمان الشعور بالمرارة بتخليني أفقد بهجة حياتي عارف حضرتك يعني مش بعرف أستمتع بالنعمة لربنا الدهاني ما بعرفش القرهية بتستحوز علي مشاعر المرارة جيب لما بتسيطر على قلب الإنسان بتحرمه من كل لحظة حلو عارف حضرتك أكون مثلا في خدمة في الكينيسة مثلا في متكلم متميز مش عارف أسمعه فيه فترة تسبيح وترانين جميلة مش عارف أستمتع بيها فيه فيلم كوميدي مش عارف أتحك فيه فيه ماتش مهم مش عارف أتفرج عارف ليه دايما دايما مشغولة دايما إزاي أنا أتهن بطريقة عايش مشكلته أه أه فبفقد كل بهجة بالسيكولوجي يحتضن الألم بالضبط بفقد كل بهجة في حياتي بفقد كل حاجة حلوة ربنا بيسمح بيها في حياتي ما بعرفش أفرح مشاعر المرارة كمان بتحرمني من النمو والروحي يعني في علاقتك مع الله إزاي كده وإحنا جوانا حجد جوانا قراهية أو رغبة في الانتقام إزاي ممكن ننمو بولوس رسول في كرونسس الأولى 13 بيقول كده عدد 3 وأنا أيها الإخوة لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين كأطفال في المسيح سقيتم لبنا لا تعاما لأنكم لم تكنوا بعد تستطيعون بل الآن أيضا لا تستطيعون لأنكم سقيتم لبنا لا تعاما لم تكنوا بعد تستطيعون بل الآن أيضا لا تستطيعون لأنكم بعد جسديون فإنه فيكم حسد وخصام وانشقاق ألستم جسديين وتسلكون بحسب البشر بحسب البشر مشاعر المرارة بتحرمني من أن يكون فيه نمو روحي في حياتي مشاعر المرارة بتخليني معرفش أختبر بركة الصلوات المستجابة كمان شعور بالمرارة بيخلينا نتصرف بطريقة مش مسؤولة كمان لما بنسمح بمشاعر المرارة أنها يتسيطر علينا عارف حديثك شزاياها هتطول كل حاجة حولي كل حاجة شكرا